مقالي ومقاله الفريضة الغائبة فممكن ننعي بس الشهيد لاعب الكرة الفلسطيني اللي استشهد بالرصاص الغداء الحياة رصاص الاحتلال الاسرائيلي طال لعب الكرة الفلسطيني الشهيد احمد مصطفى درغمة اللي استشهد هو 23 سنة اصيب كمان خمسة اخرين بنفس الرصاص فجر اليوم الخميس خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لمدينة نابلوس الشهيد رغم من توبس لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طول كرم واحد هداف الدوري عنده ست اهداف قتلته قوات الاحتلال الاسرائيلي فجرا في اقتحام مقام يوسف شرقي نابلوس ربنا ارحمه ويرحم هذا الشعب الذي يعني قدره ان يواجه هذه المحنة بشكل اكاد يكون يومي دلوقتي كل التعازي لأسرة كرة القدم الفلسطينية ولكل الاخوة في فلسطين طيب كنا بنتكلم في مقالي ومقاله عن الفريضة الغائبة بصوا كل الناس وهي بتتكلم تسمعوا احلى كلام عايزين العدالة فين العدل وكلمة حفاظا على تكافؤ الفرص والفير بلاي وهو اه واللعب النظيف وتكافؤ الفرص وكلها امور مفروضة امور مفروضة ولازم ان تكون موجودة في اي مجال تنفسي لكن غائبة هي دي فعلا الفريضة الغائبة اللي حتما لازم ان تبقى موجودة لكن للأسف غائبة وهقول لكم لما اعلن مشاركة الاهل في كاس العالم للاندية في المغرب البطولة من 1 ل11 فبراير والصفر 28 يناير هنا قفز لازهان الجميع هو الدور هيحصل في ايه في العشر احداشر يوم دول شفنا حد يطلع يقول لك مستحيل ان الدور يتأجل ومش هنوقف الدور عشان الاهلي وفرقتي هتلعب فالناس تستدعي من الزاكرة المتوترة اصلا ما سبق انك انت في المسلمين اللي فاتوا يأجل للاهلي 3-4-5 مطشاط في خلال فترة المنديال ويرجع يا معلم إلعب مضغوط يحصل لك 10 ايام إلعب 4 مطشاط يخلص عليك وما فيش فرقة فعلا هتبقى واصلة للتوب فورم في بطولة عالم بكل الدغوطات والتوتر والمستوى التنفس العالي والتركيز الشديد وأجواء بطولة عالم ويرجع عشان يلعب في الدوري مضغوط تقريبا كل يومين وساعتين مباراة ده اللي أفقد الأهلي بالمناسبة بطولة الدوري في المرتين اللي فاتوا ده كان من ضمن أهم الأسباب اللي ضيعت نقط في البطولتين اللي فاتوا فواضح إن الناس عايزة تعتمد نفس المسترة ونفس الفكرة ونفس الطريقة في إنك انت تخلص على الأهلي هنا العدل فين يقولك لأ مفيش حاجة اسمها الدوري يقف عشان الأهلي طيب كابتن عامر حسين إيه المطروح عنده باعتباره مسؤول عن إدارة المسابقات فيه تلات أربع بداي المطروحين قدام هذا الرجل واحد منهم إن أنت خلال العشر أحداشر يوم وحفاظا على إنك انت الدوري يستكمل ممكن تلعب كاس الربطة وممكن تلعب بعض المطشاط في كاس مصر بعيدا عن الأهلي وتأجل للأهلي مبارياته سواء في كاس الربطة أو كاس مصر وتبقى استغلت الحداشر يوم وحفظت على النسق الكامل بتاع الجدول جدول الدوري طيب لو حتأجل الدوري العشر أحداشر يوم اللي ممكن يتأجله إنت كان فيه شرط إن أنت عايز تخلص الدوري تلاتين ستة بهذا الشكل قال لك لا الأهلي بالطريقة دي هيرجعنا إن نخلص في أغسطس هو العشر أحداشر يوم اللي ممكن يتأجله بدل تلاتين ستة تخلص عشر سبعة يبقى مروحتش لتلاتين أغسطس زي ما بتخوفوا الناس في حل تاني إن الدوري يتلعب في الفترة دي نزولا عن ضغوط ورغبة هذه الأندية المنافسة للأهلي واللي بترغب فعلا إنك تجهز على الأهلي بس هنا حق الأهلي فينا باش مهندس قبل ما أعرف منك رأيك هقول لكم خلال الفترة بتاعة المنديال إيه عدد المباريات وتوارخها عشان لما نتكلم على الفريضة الغائبة وتكافر الفرص يبقى الأهلي ما بيطالبش بحاجة أمفير بالعكس بيطالب بالحق القانوني والمنطقي جدا الأهلي المفترض يسافر للبطولة حسب الفيفا يوم تمانية وعشرين يناير إن شاء الله أنت حطط لي في الجدول إن يوم تسعة وعشرين ألعب مع حرص الحدود طيب خلال الفترة الخمستاشر يوم الأولى من فبراير اللي هي فيهم بطولة العالم الأهلي مع حرص الحدود تسعة وعشرين يناير ده في الأسبوع السبعة بس الأهلي واحد فبراير هيلعب مع أوكلند سيتي في بطولة العالم مع المقاولين المفروض يلعب يوم ستة فبراير في الأسبوع سبعتاشر بس فيه بعدها بربعة أيام المفروض يلعب مع القطن الكاميروني عشر وإحداشر فبراير في الجولة الأولى لدور الأبطال ومع الإسماعيلي يوم أربعتاشر فبراير الكابتن عامل حسين منتظر إن الكاف يحل موضوع مباراة الأهلي في أفريقيا لأن أنت عندك مباراة القطن الكاميروني يوم عشر أو حداشر فبراير فلازم أن هيرحلها هيرحلها الآن هي نقطة وبناء عليها عامل حسيني ووضى بالجدول بتاعه بناء على المعادة الجديد بتاع الأهلي والقطن الكاميروني دي برضو نقطة لأن الكاف لازم أن هيأجل مباراة الأهلي والقط وأول مباراة للوداد المغربي أيضا في دور المجموعات باعتبار الوداد كمان موجود في كاس العالم عامل حسين منتظر الكاف هيحط مباراة الأهلي والقطن طيب لو لعب الدوري لو لعب الدوري فين الحق القانوني للنادي الأهلي النادي الأهلي المنافسين التلاتة وأنا مش هروح لبقية الجدول المنافسين المباشرين للأهلي دلوقتي ما دمنا هنتكلم على تكافؤ الفرص الزمالك وبرامدز وفيوتشار أو فيوتشار والزمالك وبرامدز حسب الوضع الترتيب الحالي الأربع التلات أندية دول المنافسين المباشرين للنادي الأهلي حق ربنا وعشان ما يتكررش بقى الكمين بتاع المرة اللي فاتت في المرتين اللي اصطادوا فيهم الأهلي واللي الكابتن سادعب حفيز لازم أن يصر عليه ويتمسك به انت عشان تأجل لي أي مباراة شوف لي مأجلها لي من الأسبوع الكام وكل منافس من المنافسين التلاتة المدد البينية اللي اخدها قبل هذه المباراة بتاعته أنا أخدها يعني مثلا لما تيجي تقول لي نادي الزمالك يا باشماندز هيلعب مع فيوتشار يوم 29 يناير بعدها بثمانة أيام كاملين هيلعب مع فاركو ستة فبراير لأنه يناير وعده 30 فأنت اديته ثمانة أيام قبل ما يلعب مع فاركو هل لما تيجي تأجل للأهلي الثلاث مباراة بتوعه هتديله الثمانة أيام دوله لا لا ما ينفعش الأهلي يلعب إلا إذا أخدهم مدومت بتتكلم على تكافه الفرص كل مدة بينية قبل كل مباراة لو الأهلي ما كانش راح كاسي العالم كان حيلعب يوم إيه هيلعب يوم 29 ينايرو هيلعب واحد فبراير واحد فبراير لا لا ده واحد فبراير أكلان دلستة هيلعب يوم ستة ستة مع الموليد يعني إذا كان عنده نفس المدة البينية يبقى لازم ياخد أيوة مبتدلوش ميزة هنا عشان يقولك إذا كان هو كان عنده أربعة يام هتدلوه سبعة يام ليه لا نفس المدة أيوة بس خلاص خلصت يبقى حق يعني عشان كده أقولك من باب التغيير أي جددوا بقى جددوا جدد الشغل اللي ضد الأهلي يعني اتكروا عصوروا دماغه كده فكروا في حاجات تانية لكن نفس الإسلوب ونفس المنهج هتوبقى كثير كده يا جماعة ده العدل ولعبوا غيرها أنه الأهلي يتضغط ويتعملوا الكمين ده بتاع المرتين اللي فاتوا ونسمع الأصوات اللي بتقول دلوقتي لا مستحيل الدور يقف عشان الأهلي يا سيدي متوقفش كمل ولعب بس المتشاط اللي هتأجلها للأهلي ما تتحطش إلا بالمدد البينية في الفترة الزمنية اللي المنافسين التلاتة بتوعوا وخدوها ومش بكلمكم على الزمالك الزمالك وبروميز وفيوتشر باعتباره أن المنافسين المباشرين دلوقت أي واحد هتقول للتالت والتادي وال... آه إنما اضغط ويلعب ادي لك أربع مانشاط وهتهولي بقى على الحجر بعد كده ادي له أسبوع ويلعب فيها لأربع مباريات ونعمل إيه؟ علشان المصلحة المصلحة تقتضي العدالة بمعنى أنه أنت في الفترة اللي دولها ياخدوها الأهل ياخدها لأنه الزمالك ماتشاطه يلعب يوم تسعة وعشرين في الأسبوع الستاشر مع فيوتشر ياخد ثمانت يام كاملين عشان يلعب مع فرقه يوم ستة فبراير في الأسبوع السبعة وفي مباراة أهل كاس مصر تلاتة فبراير محتملة بس دي في ضوء مباراة الأهل والأهل في كاس مصر تأهل والزمالك تخطى بيرامدس حتى الآن دي مواعيد محتملة مش مؤكدة إنما المؤكد الدوري الزمالك مع فيوتشر تسعة يناير ومع فرقه ستة فبراير ومع اسموحة أربعتاشر فبراير بينهم مباراته مع شباب بلوزداد عشر أو حداشر فبراير بيرامدس نفس الحكاية وفيوتشر نفس الحكاية يزيد يوم أو يقل يوم لكن زي ما بقول لكم الحق اللي لازم الأهل يتمسك بيه والكابتن سلعب حفيزه وصر عليه المرشاة اللي تأجلها لي حطها لي في مدة زمنية مساعدة إلا إذا أيوة إلا إذا كانت كرة مصرية والمسؤولين عنها يرون الأهل ده ما هي مهمش في حاجة وإن بتطل العالم للأندية دي ما تعتذر عنها وإن كدت إحنا ملنا ما تروح تلعب بتطل العالم للأندية إذا كنتوا شايفينها يعني من هذا المنظور يبقوا يعني يقولوننا بس نفضل في المغرب وضحونا لأن كده بصراحة أنت ما بتاخدش المصطرة الواحدة إلا في أفريقيا حتى بأخطاقها أفريقيا ملانة أخطاق والتحكيم سيء وكل حاجة لكن سيء بمصطرة واحدة إلا هنا تشعر يقولك حكامنا بخير أخطر كلمة تضرب بيه حكامنا الجملة دي طب لما هم بخير بيغلطوا ليه يبقوا يقصودوا يغلط إذا كان حكامنا بخير يبقى ما فيش خير ولا سلامة لأنك إنت لما تيجي تقول لي لا 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 مين قالك أنه ده في منتع الكفاءة وتشوف الأداء بتاعه منتع الحياز إذا كان هذا الأمر كذا مش هتبقى أخطاء بقى أيوة هتبقى يعني توجيه بالضبط صفارة إدارية وإحنا ننقى بحكامنا أنه يتحطوا في هذا الموقف ولذلك كل حكم على رأي الكامتين سمير عثمان إلعب لسمعتك لتاريخك حب نفسك أكتر من أحد يا عم يوما ما هتبطل واللي حيلحقك بيها المشوار يا عم هو أنت مش عايز ليه تروح كاسي العالم هو أنت ليه مش عايز تروح كاسي الأمم الإفريقية هو أنت ليه مش عايز تلعب في التصفيات عارف ليه لأن زي ما قلت لك مصطفى العقاد قال لك إيه تفوق في المحلية توصل للعالمية إذا كنت إتأدأك هنا يا شعوبو الملاحظات دي كلها هياخدوك بره يعملوا بيك إيه صحيح دلوقتي فيه حكمات بيسافروا يلعبوا في البطولات دي وحكامنا قاعدين يندبوا حظوهم رجلتنا إه رجلتنا إنتوا اللي عاملين في نفسوكم كده على فكرة إنتوا اللي مدينوا إدنكم وعقلكم وإدماغكم لناس تحرككم زي ما هم عايزين اللي بيحدث في الفر عندنا والله العظيم تلاتة لو يحصل فيه تحقيقات أنا يعني يعني الراجل ما فيش ماتش ما بيعلقش عليه هو فيه ماتش للنادي الأهلي ده بيتحسم له راجل بالفيمتو صنطي مش بالفيمتو ثانية ده يبتدي يقول لك الضل يعني بعد شوية يقول لك العدسة عدسة دي أطول من العدسة دي الضل بتاعه في صحيح يعني في ماتش المقولين والمصري جون المقولين يتحسب جون الأهلي يتلغي والناس كلها تطلع تقول لك صح ماتش اللي قابليه ضربتين جزاء غير اللي يتحسبت ما تحسبوش وفيه مطارد يعني أنت بمجرد ما يديك حق يبقى كفاء عليك كده أنت النهار ده اتعاشت واخدت مني كفاياك لا ده انت اخدت مني اللي أنا مش متفق عليه حتى ما تحرجنيش بقى مش هديك ده وضع غير عادل ولذلك بقول لك ولو من باب التغيير اعدلوا اعدلوا لأن هي دي الفريضة الغائبة واللي بيتكلموا على تكافؤ الفرص يحافظوا على هذه النقطة للجميع وانا اعتقد المهندس او الكابتن عامر حسين بينتظر قرار الكاب فيما يخص دوري الابطال وساعتها يشوفها يعمل ايه في الدوري لكن انه يتكرر اللي حصل مع الاهل المسلمين اللي فاتوا انسوا